أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص مثمنا في هذا الصدد التقدم المحرز في إطار تلك الآلية الثلاثية كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين للصديقين جاء ذلك خلال تلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسو تاكس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة بالإضافة إلى تبدل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية في الشرق المتوسط خاصة المستجدات الملف الليبية وقد أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون السلاثي بين كل من مصر وقبروس واليونان بما يسهم في الدفع قدما بالتعاون المتميز بينهم فضلا عن مواصلة التشاور والتنصيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر